كيف حالكم يا جماعة؟ ياربكم بخير اليوم سأتحدث عن توقعات النص الثاني من شهر إبريل لعام 2020 لأصحاب برج الميزان برج الميزان لدينا نص الثاني يعني حاجة حلوة جدا جدا سيكون وقت ممتع سيكون فيه حاجات كثير إيجابية حاجات كثير إيجابية لأن هناك أشياء منتظرينها ستبدأ فيها ستحصل اتكلمت في التوقعات التفصيلية أنه هيكون شهر فيه حاجات كثيرة إيجابية فيه حاجات كثيرة يعني هنحسد عليها من إيجابيتها ولكن هو بالفعل النص الثاني برج الميزان أنت عندك أساسا كان موجود من يوم عشرة في الشهر فيه أخبار كثيرة بتتوالى عليك بإيجابية ولكن رغم أنك عندك مسؤوليات وعندك ضغوط الأشياء الإيجابية اللي هتطرق عليك يا برج الميزان في النص الثاني كمان هيكون كلها بضغوط ولكن أنت حابب الضغوط مدام هي شيء أنا بستمتع بيه مدام شيء إيجابي مدام شيء أنا فرحان بيه برج الميزان عندك النص الثاني هيكون فيه الآخرين بيتكلموا عليك كلام اللي هو فيه بعض الآخرين بعض الآخرين بيتكلموا عليك كلام قد إيه ممتع قد إيه إيجابي قد إيه فرحانين بيك ولكن الآخرين الثانيين بقى الأشياء الإيجابية دي بتقرسهم عارفين أنتو النقطة دي؟ يعني أنتو اللي هو مبسوطين في شيء كويس عندكم ليه 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 يكون فيه فده هيكون موجود ولكن أنتو عارفين مين الناس دي؟ طبعا أنا بطلبكم جدا بأن إحنا نخلي بلنا نحاول نداري بقى نحاول أن إحنا يعني نحافظ على نفسنا وأنتو عارفين إزاي؟ برج الميزان هيكون كمان عندك أشياء كتير إيجابية لأنك عندك عايز تغير أو تزود شيء إيجابي في مجال عملك أو عايز أن أنت تغير حاجة في مجال عملك أو عايز يكون عندك عمل إضافي عندك شيء حاجة تانية تكون إيجابية حاجة هتكون مستمتع بيها جدا فالشيء التغيير اللي هيحدث ده هيسبب لك إيجابية الشيء الإيجابي كمان يا برج الميزان هو هيبدأ يحصل على الأسبوع الأخير الأسبوع الأخير هو من أفضل الأيام اللي هتكون جاية عليك يعني الأيام آخر شهر إبريل هي أفضل أيامك يمكن الأسبوع الثالث هيكون عندك الفرص بتجيلك ولكن بتجيلك بشكل تدريجي أو خطوات أنت لسه الأسبوع التالت ده هو خطوات لأشياء متينة تحدث في الأسبوع الرابع فهنا بجد الإيجابية أو هنا الأفضلية لأصحاب برج الميزان برج الميزان كمان أنت يمكن عندك دخل أو من ناحية الماديا فلوس ممكن تكون على فكرة أقل يعني ممكن يكون عندك الفلوس أقل لكن عندك مسؤوليتك كمان بتقل فبالتالي أنت هتحس أن فيه معاك فلوس يعني هتحس أن أنت مستقر ماديا وده هيكون شيء إيجابي برضو لأصحاب برج الميزان برج الميزان يعني نقدر نقول أن النص التاني مش هتكون محتاج لحد لأن هيكون عندك أشياء كتيرة بدأت أنها تكتمل ولكن أنت مش هتحتاج لحد لكن الآخرين هيدعموك والآخرين هيكونوا دافع قوي ووقفين جنبك أو سند بشكل كبير برج الميزان أنت يمكن هتحس أن الوضع الاجتماعي أو الوضع العائلي عندك فأحسن وأفضل حالاته فيه النص التاني من شهر إبريل على رغم أنه مش الوضع العائلي بشكل كامل لأ ده أنت عندك أحقاد عائلية يعني بصوا أنا صريحة جدا ولكن هو بالفعل أنت هتكون عامل زي اللي هو أنت بتتفتح أو اللي هو برده بتتفتح أو اللي هو أنت بقيت بتلمع أكتر بقيت فرحان أكتر بنفسك بقيت متميز أكتر فيه شيء إيجابي فيه سعادة برج الميزان أنت ممكن تحس أن أنت مبسوط بس مش عارف أنا مبسوط ليه مفيش مش عارف أنا مبسوط ليه حاسس أن أنا مبسوط وده يخليك أن أنت بالفعل تبدأ تنظر النظرة الإيجابية يعني تبدأ عينك تشوف الأشياء الإجابية فقط أي شيء سلبي هتلاقي نفسك بتتنازل عنه وبتتغضى عنه مش عايز أشوفه مش هتلمحه ولكن أشياء كلها هتكون إيجابية والأسبوع الأخير ده هيكون أسبوع يعني من لزينا لأصحاب برج الميزان هيكون فيه إيجابية كثير مع إنه فيه ضغوط أنا عندك كلمة هيكون فيه ضغوط ولكن برج الميزان يعني ده أنا مو ما بيتعبش أو عنده استعداد أتعب بس في نفس الوقت مدام أنا مبسوط عادي فبرج الميزان كمان يعني خلوني أقول على الوضع العاطفي عندك فيه كتير جدا جدا من الدعم العاطفي من حيث إن شريك فيه تحسينات علاقات بشكل قوي جدا جدا عايز أقول لكم حاجة أعترف لكم اعتراف النهار ده عيد جوازي عامة برج الميزان فعندك تحسين بالفعل علاقات عندك هيكون فيه حب فيه رومانسية فيه تفاول أكتر ببقرة فيه كتير جدا جدا هيكونوا معجبين بأصحاب برج الميزان تكتك بتلمع هيكون هتحس إنك مترائب حتى من خلال السوشال ميديا هتحس إن انت داخل عليك فرحة علاقة عاطفية حاسس إن فيه حب جايلك حاسس إن فيه أمل حب فيه شيء عاطفي فيه تعويض عاطفي يعني ممكن تكون أنت فيه حد تركك أو أنت سبته فيه كانت صدمة عاطفية ولكن هتحس إن انت فيه شخص تانيها يعوضك مع إن انت ممكن تكون بتفكر في الماضي لكن هتبدأ أن انت تبني حاضر ومستقب يعني عايز أنت تبص المستقب لك فتبدأ تبص للي في إيدك مش هتبص في مبارح ولكن مبارح ده هيموت ويرجع لك مبارح ده أو الماضي ده يا برج الميزان بيفكر فيه كتير جدا جدا خاصة مرقة الميزانية مرقة الميزان فيه أشخاص كتيرة معجبة بيك حتى يعني ممكن يكونوا من برج من الأبراج الترابية أو من الأبراج المائية بشكل رخيب دول اللي هم عايزين يرجعوا من الماضي بشكل قوي جدا أما غير ذلك لأ برج الميزان فيه أبراج كتير جدا جدا بتحب برج الميزاني يعني سواء رجل أو مرأة فعندنا تحسين في الوضع العاطفي بشكل كبير الوضع الاجتماعي زي ما قلت هيكون فيه تحسين وفيه فكرة إن أشخاص كتيرة هيسندوكم وهيدعموكم بشكل متميز جدا جدا برج الميزان كمان هيكون عندك خبر سعيد فيه شيء سعيد هيحصل لك أو شيء إيجابي أنت هتبدأ تفتخر به فيه شيء هيبدأ أنه أنت تزدهر أو شيء أنت كنت مداريه هتبدأ أنه أنت تعلنه والشيء اللي أنت هتعلنه ده هيكون مسبب لك حاجة إيجابية أو مسبب لك تغيير في النفسية للأشياء السعيدة يعني هتحس أن أنت مبسوط بنفسك جدا زي يا برج الميزان أنت عندك أشياء كتير النص التاني هتبقى هتبقى تخليك عندك قوة شخصية أكتر عندك ثقة في النفس أكتر عندك تحسين في علاقاتك مع الآخرين هتبدأ أن أنت تكون بتتعامل بشكل أفضل هتبدأ أن أنت تحسن من معاملتك مع الآخرين والآخرين هيحسنهم من معاملتهم معك بشكل قوي ممكن يكون الآخرين دي على فكرة يكون أنتوا كان فيه اختلافات أو خلافات قوية ما بينكم ولكن فيه تحسين علاقات بشكل رائع رائع لأصحاب برج الميزان مع أن ده ممكن يزيد من نسبة أحكاد كتير ونسبة تدخلات شخصية ما لهاش أي 30 لازمة من العيون اللي هي لذيذة جدا على أصحاب برج الميزان ولكن برج الميزان أنت عندك قدرة في التحكم على أمورك أو أن أنت تحكم أمورك بشكل قوي تحكم خطواتك وحركاتك بشكل قوي أن أنت تخلي أن الآخرين يكون فيه حدود بشكل قوي فبرج الميزان أنت عندك قوة بالفعل في شهر إبريل بشكل عام ولكن النص الثاني بشكل خاص الأسبوع الأخير هيكون عندك من أفضل الأيام اللي هتمر عليك أو بالضبط خلينا نقول أنه هما من يوم 17 في الشهر هيكون أفضل الأوقات اللي هتمر عليك لأنها تحس أن فيه شيء اقتمل عندك خلاص أنت بدأت تكون توصل للأشيء اللي أنت عايزه أو توصل لحاجة من طموحك أو توصل لشيء من هدفك أو هتحس بإحساس نوعا ما من الاستقرار ممكن يكون كتير خد موضوع الارتباط أو خد موضوع جدي في حياته أو سمعت الخبر الرائع المتميز اللي هينور حياتك في الفترة دي مع أن الأسبوع الثاني من شهر إبريل كان فيه بعض الإيجابية يعني كان فيه بعض الأيام اللي فيهم إيجابية وأخبار سعيدة جدا 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 لأصحاب برج الميزان لكن هيكون عندك بالفعل من يوم 17 أنت بتتحول لشخص تاني أنت بتتغير للأفضلية أنت بيكون عندك ذاتك هتبقى حلوة قوي برج الميزان ممكن يكون القلق عليك في صحتك لأن احنا هنفضل شوية نعاني في موضوع الصحة ونحذر منها أن احنا نخلي بالنا قوي على صحتنا لحد شهر يونيو يعني لحد شهر ستة لأن احنا أول ستة شهور من العام احنا متلغبطين صحيا متوترين كتير دغوط فده مسبب لأنها توتر جسدي يعني وإحنا ما بنرحمش نفسيا احنا بنهلك نفسيا يعني كمان احنا من بداية السنة نشغالين أعمال شقة وأسماء أشغال شقة فهو احنا فعلا بنشق جدا جدا برج الميزان يمكن هو ده بس النقطة اللي ممكن أقول عليها أن احنا نخلي بالنا على صحتنا أما غير ذلك أنت عندك الوضع الدقيق هيكون إيجابي بشكل متميز بشكل أن هيزود عليك أحقاد كتير آخر بس عايز أقول أن برج الميزان استعد للأشياء الإيجابية استعد لي أنك تنمو بنفسك بحاجات كتيرة من تزود طموحك وأهدافك استعد أن أنت خلاص بدأت مرحلة جديدة من حياتك استعد لأن أنت بالفعل اتغيرت عندك تغيير في شخصك وتغيير في الأمور اللي حواليك اللي حواليك بشكل قوي وتغيير اجتماعي وتغيير عاطفي وتغيير عملي وتغيير من كل ونفسي فتغيير بشكل عام لأصحاب برج الميزان ده هيقويك أكتر هيخليك ليك شخصية أكتر ما أنت ليك شخصية أنك واصل في نفسك قوي أنك هتهز ناس في سقطهم يعني أنت ممكن أنت فيه منافسة كبيرة يعني فيه ناس كتير عايزة تنفس برج الميزان وناس كتير بتحكد على برج الميزان فأنت هتخليهم أنه هم يكونوا فقدين الثقة في نفسهم ولكن يا برج الميزان ما تبقاش شايف ده شوف نفسك برضو يعني خلينا أن نكون مركزين على نفسنا برج الميزان أنت بتطور من نفسك أنت بتحسن من نفسك كتير بدأنا أن إحنا نزدهر بشكل متميز خلاص بقى خطوات الإيجابية بدأت أن هي تمشي بشكل إحنا ممكن نكون شايفينه بشكل تدريجي يعني ممكن نحس أنه هو مش بالسرعة اللي إحنا عايزينها ولكن هيبدأ التغيير في نفسيتك ده يخليك أن أنت تحس أن الوضع إيجابي هيكون عندك أخبار سعيدة استعدالها فمش عايزة أقول حاجات من النوعية دي ولكن أنا عايزة أقول لكم استبشروا خير جدا جدا لأنه هيكون فترة اللي جاية ممتعة مع أنه هيكون فيها ضغوط فيها بعض الأيام أو أيام قليلة جدا جدا اللي فيها توطر يعني أو فيها اختلافات لكن غير ذلك فيها أخبار إيجابي الخبر الإيجابي فيهم أو الشيء الإيجابي هيكون حاجة هتقدر أنها تدخل على نفسيتك تغير المصار كله الوضع إيجابي برج الميزان أنا أشكركم عايزةكم أن تكونوا وصكين في ربنا جدا عندكم أمل كبير في ربنا قوي أن نحن نكون وصكين في نفسنا جدا جدا نحن متميزين برج الميزان بحبكم بعد زر على التطويل لا تنسوش اللايك واشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام